هو أصلاً كده كده مرتبط بتعاقد لكن فكرة تمديد التعاقد غير واردة لأنه وعدة بأنه يتم تعديل تعاقده ولكن حتى الآن في صعوبة في تعديل التعاقد فالأقرب أن الإسماعيلي هيبيعه علشان يستفيد من خدماته في المرحلة المقبلة أو يعيره ويتم تمديد التعاقد بعقدة أعلى ده هيحصل ولا مش هيحصل هيبين لكن يبدو كده الأقرب أنه يرحل إيه الاحتمال الأقرب بسألكم أهلي ولا زمالك ولا احتراف خارجي خليني من هنا أروح معكم لخبر مرتبط بهذا اللاعب الدولي الموهبة الكبيرة في الكرة المصرية باهر المحمدي باهر المحمدي جاي له عرض من باناثينايكوس اليوناني باناثينايكوس بعت للإسماعيلي بيقول لهم إيه تفاصيل اللي ممكن تكونوا محتاجينها علشان نبدأ التفاوض بشأن انضمام قلب الدفاع أو الظاهير الأيمن للفريق بالنسبة لنا في الدوري اليوناني هم ما بعتوش عرض ما بعتوش عرض مادي لكن هم بدأوا يسألوا في إمكانية التفاوض بشأن ضم كابتن الفريق وهم كمان يتكلموا في أنه إحنا بعد كده هيكون لنا بقى مطلع إحنا عايزين عقده كامل مش عايزينه إعارة وبالتالي ده أول عرض رسمي قد يكون موجود في الإسماعيلي إلى جانب عرض كان وصل لللاعب من الإمارات الفترة اللي فاتت وبالتالي الاحتراف يبدو هو الأقرب الأهلي نفى أنه تقدم رسمياً الزمالك لم يتقدم رسمياً لكن الاتنين عايزين بهل المحمدي والأكثر جدية بنسبة ما هو النادي الأهلي زي ما نتلكم من فترات طويلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر